كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق عن البدء بإجراء تجارب سريرية لعينات محدودة لعلاج المصابين بفيروس كورونا مشيرة لأن هناك نتائج إيجابية تحققت على المرضى المصابين وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل إن وزارة الصحة بشرت بإجراء تجارب سريرية لعينات محدودة في مدينة الطب ببغداد والبصرة وذلك من خلال أخذ عينات من البلازمة لمصابين بكورونا تماثل للشفاء ونقلها إلى مصابين آخرون بالفيروس وضاف أن نتائج تلك الاختبارات كانت مبشرة وتظهر أن هناك بعض العوارض على المريض خلال 72 ساعة من الشفاء واصف النتائج تلك الاختبارات بالأولية ولا يمكن التنبؤ بثبوت فعليتها بشكل أكبر إلا في حال زيادة عدد التجارب والاختبارات